وللحديث عن الأحزاب الفتية التي تم اعتمادها منذ الإطلاحات السياسية تحضروا معنا في الستوديو سيدة نعيمة جبيلي رئيسة لجنة إنقاذ حزب التجديد الجزائري صباحك سعيد وهنا بك معنا صباح الخير ونشكر كل طاقة متاع النهات على هذه الاستضافة الطيبة والدعوة الكريمة شكرا جزيلا لك أكيد أن الحديث الآن عن الأحزاب الفتية الحزب الفتية منذ اعتمادها لم يظهر لها أثر منذ اعتمادها سنة 2011 وباقية تتصارى من أجل القيادة أكيد شوفي أخت الكريمة الأحزاب السياسية التي نقولها لها الحزب الفتية معناها أنها حديثة النشأة الأحزاب السياسية هذه كل حزب على من أنشئه كان أحزاب أنشئت على برامج مقنعة عندها برامج شباب برامج بناء وما أشبه وهادفها في نفس الوقت ولكن بعض الأحزاب السياسية بنيت على أساس المادة أنها مثلا نعتبرها أنها أحزاب مرتزقة والحمد لله ما شكوا الأحزاب في نفس السياق وبالتالي نقول الأحزاب السياسية هذه لم تشارك مثلا في الساحة السياسية من حيث النشاط السياسي وما أشبه كين عوامل كثيرة كين بعض الأحزاب السياسية تنشط حقيقة عندها مثلا برامج بناء وهادف وما شاء الله ولكن التغطية الإعلامية قصرت في الجانب هذا قصرت من ناحيتها لأنها تعتبرها دائما أنها أحزاب فتية لأنها لم تأتي بالجديد؟ ربما أكيد هذه من جهة ومن جهة أخرى أغلب الأحزاب الفتية نشأت من القيادات السابقة الأحزاب التقليدية السابقة لذلك ممكن عندها نفس البرامج نفس الأهداف نفس المبادئ لذلك في حقيقة المواطن الجزائري من خلال هذا الكم الهائل من الأحزاب التي أنشأت لم يجد ظلاتها في الحقيقة لأنك تشوف تشابه تقريبا في نفس البرنامج في نفس المبدأ في نفس الأسلوب لذلك ممكن هذه من ناحية من الأحزاب السياسية لم تنشط ولكن بعض الأحزاب السياسية والله العظيم عندها ممكن نطيق مثال مثلا أحزاب كاتاج ولا مثلا طراء الحذيات ولا مثلا الأحزاب كما تعالى هذه نشأت تقريبا في 2012 ولكن ظهروا في الساحة وبرهنوا عندهم برامج طيب الأحزاب الفتية التي لم تظهر منذ اعتمادها ربما لم تقدم رؤى جديدة في مجالات عديدة خاصة في هذا الوقت الراهن نستطيع القول أنها خيبت أمال البعض خيبت أمال البعض هذه الأحزاب الفتية ربما يعني هي مقاربة بين تخيب الأمال أيضا هناك من يقول أنها بقيت هيكل دون روح هذا ما يقال هذا ليس تصريحة أو تصريح قاناة النهار هذا ما يقال عن الأحزاب الفتية التي لم تظهر منذ اعتمادها تفضل شوفي الأخت أنا نتكلم عن نيابة عن الأحزاب الفتية ولكن نقول لك أنا لا أنتمي إلى حزب فتية أنا أنتمي إلى حزب عتيد وعنده تاريخ وعنده وجهة سياسية أنا حزب تجديد الجزائري عنده كانت عنده مشاركة في الحكومة وكان عنده مشاركة في المجلس الانتقالي والحمد لله كان عنده وزراء ويمثله ولكن أصبح في نظر الجميع أنه حزب فتية لماذا؟ نظرا لتصرفات بعض الأشخاص أو بعض القيادة في الحزب بأنهم يتكلمون باسم الحزب بالرغم أن الحزب موجمد حالي وموجمد بالنشاط حزب تجديد الجزائري رهم موجمد النشاط ونستكلم باسم الحزب نتكلم مثلا بستطلب نحن إلقاه الحزب نريد أن ننقط حزبنا من هذا الأغم نريد أن ننشط أن نظهر في الصحة السياسية نريد أن نرجع الحزب في تجديد الجزائري كوجهة لماذا تم تجميده؟ لماذا؟ أنا قلت لك يا أختي أن هناك تصرفات لمسؤولة بعض القيادة على الحزب نظرا للصراعات الداخلية المتثقمة داخل الحزب يعني الصراعات الداخلية هي التي أدت إلى تجميل الحزب؟ هي ديالة إلى أن لا يظهر الحزب في الواجهة بما أنه تم تجميل الحزب أكيد أن هذه الصراعات الداخلية تكون صراعات حقيقية أكيد صراعات حقيقية نستطيع تعرف على بعضها؟ من بينها الرسم صراعات حول الزعامة لقلت تفضلت الأخت من بينها صراعات حول إرتزاق من الحزب حيث ما هو إرتزاق الحزب من المفروض أنه ينشط أنه يدعم الدولة في المجتمع أنه يظهر أنه يشارك أنه يساهم أنه يجيب برنامج بديل الحمد لله لنا لدينا شباب وجزائر لدينا لدينا كم هائل من الشباب الكائن الشباب اللي خارجين جامعات عاطين على العمل الكائن الشباب أنهم مثلا يقدروا يخدمون بالتكوين تحهم المهني كائن الشباب اللي عاطة عاما عنده حتى شيء فسيقدم الإضافة للمجتمع المدني طيب ألم يكن من الأجدر إعطاء قيمة أكثر ومضافة في الصحة السياسية خاصة ما يشهده الصحة السياسية في الوقت الراهن إعطاء قيمة سياسية أكثر أحزاب الفاتية كان من الأفضل أن تعطي قيمة أكثر أو قيمة مضافة في الصحة السياسية أكيد أفضل من الأربما من نزاعات الداخلية والتوجه إلى حرب الزعامات هذا الفاصل في هذا الأمر هو من المفروض الوزارة الداخلية والجماعة المحلية تفصل في الأمور الأحزاب تعيد النظر في الملفات الأحزاب وتشوف إذا كان مثلا أكيد أن تقول لك مثلا ما تخلش في الصراعات الداخلية للأحزاب ولكن تشوف لي عندها الأغلبية تشوف لي عندها الوجهة السياسية لعندها أنها تبرز أنها تخلي بجانب كل مشاكل موجودة داخل الحزب وتتجئ نحو المشاركة والمساهمة الفعالة في بناء المجتمع الجزائي ما هو الحل برأيكم لعادة الاعتبار لهذه الأحزاب الأحزاب الفاتية لعادة الاعتبار لها أولا إعادة النظر في ملفات هذه الأحزاب الأحزاب اللي ما تنشطش مثلا لماذا أنا نشوفها مثلا كوزارة ولا كحكومة أنها تخلي هذه الأحزاب تسير تعود حاسب الحسابات من ناحية المادية من ناحية المعنوية من حيث النشاط من حيث البروز من حيث الدعم حتى كين بعض الأحزاب يلي الأسف أن نقولها بين قوسين وددت جيت هذا المنبر هذا باش نقولها هنا قدامكم أن حزب الجزائري بتاريخه بعقيدة تاعه وبالمبادئ تاعه أصبحت القيادة هذه سابقا هذه لا رأي محتوية على المقر أنها ما عندهاش شرعية ورا هي تستمد شرعية تحاول أن تستمد شرعيتها من خلال تكتل تحت الأحزاب باللي جاءت من بعدنا يعني حرام هذا الشيء لذلك ما احنا تدرنا لجنة إنقاذ الحزب من أجل إنقاذ حزبنا من هذا يعني أنتم تأملون يعني في رفع تجميد عن الحزب حزب التجديد أكيد أختي نحنا نحاول ورانا نستدعي ورانا دايما ندلو نداءات ورانا ندلو اجتماعات ولو خارج المقر التانا ونرى نشد كل سلطات أنها توقف معنا وتوقف في جنبنا لدينا آمل كبير لأن السلطة الجزائرية الحمد لله راهيك تشوف وراهيك واعية وراهي ما راهيش غيبة عن ما يش غيبة عن هالأحداث طيب كوطة من الأحزاب للأحزاب الفتية هل هي قادرة على فرض منطقها السياسية وفرض أرائها خاصة في الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد هذه الفترة الحساسة والله بعض الأحزاب قادرة نعرف بعض الأحزاب السياسية حديثة النشأة عندها شباب عندهم طاقات يريدون أن يتجروا طاقتهم ولكن كما قلت لك من قبل لابد أن الدولادان يتشوف فيهم وتطيلهم فرصة ودي تكافؤ في فرصة وخاصة من ناحية التغطية الإعلامية لابد أن تطيلهم فرصة باش يقدروا مثلا يبرهنوا وجودهم يبرهنوا واش عندهم كإمكانيات كطاقات وهذا واش نقدر نقول لك أختي قادرين قادرين إن شاء الله ولكن ما يدخش داخل تكتولات لأن الحزب السياسي لعنده طموح ما يدخش تحت تكتول طيب هل السراعات الداخلية ما زالت قائمة داخل الحزب خاصة بعد تجميد الحزب ما زالت السراعات قائمة تم القضاء إليها ربما لإعادة بناء حزب قوي ومتماسك بين الأطراف حزب التجديد الجزائري حزب التجديد الجزائري عنده سراعات داخلية والحمد لله عندنا القانون الأساسي من المفروض الذي يدي ثلاثين أعضاء المجلس هو الذي يكون عنده الأغلبية هو الذي يقدر يحدد مصير الحزب التجديد الجزائري ولكن حاليا عندنا ثلاث سنوات تقريبا حزب التجديد الجزائري ما زال مجمد والثلاثين لم يستطع أحد حصول عليهم لماذا؟ لأن أغلبية أعضاء المجلس ملوا بالانتظار والتحقوا بأحزاب أخرى كي يداروا جماعيات كي يمكن لكن لا تحقوا حتى بحزب أي حزب طيب مناقشة بعض القرارات السياسية والتعليق عليها برهنت بعض الأحزاب من المولاة والمعارضة في التعليق وإبداء الرأي إلا أن هذه الأحزاب بقيت دائما خارج مجال التغطية توفقين عن الرأي؟ أكيد أنا نوفقك هذا الرأي لأنه لأنه هذه الناس التي تبنات ممكن برامج أو عرضة برامج هذه نتكلم على بإحترام كل أحزاب سياسية وخاصة المعارضة عندها معارضة من ناحية البرامج ولكن ليس لها بديل عندها معارضة أنها خلقت ممكن نشأت من أجل أن تعارض وفي نفسي يعني في اعتقادها أنه أنه مثلا الشعب الجزائري يريد كل من يعارض في اعتقادها ولكن معلش أنك تعارضين أي حزب أو أي برنامج ولكن جيب البديل بالمقابل أما أنك تعارضين من أجل المعارضة فهذا شيء غير معقول ثانيا الناس اللي ممكن أنها مشات مع البرامج مشتها من البرامج لازم تقرأ البرامج أولا تعرف تحترم القانون ما هي أهم الرؤى التي جاء بها حزب التجديد الجزائري الرؤى يعني جاء أو اتجاه الحزب جاء بأثق مستقبلية رائعة أولا أول حزب اللي جاء بمشروع الجزائر الجديدة هو الحزب التجديد الجزائري جاء بمشروع بمشروع اقتصادي اجتماعي تربوي في جميع المجالات ثم أنك كان يسمى بحزب النخبة ثم انهار انهار لماذا لأن القيادة التي تولت من بعد يعني دايما هناك سراعات داخلية ولكن الحمد لله لا يجدر يعني أنه القضاء تماما على هذا ما يحدث داخل الحزب راح ندلو خطوة مصيرية ان شاء الله سوف تقضي نهائيا على هذه السراعات طيب لكل حزب شعار هل نستطيع تعرف عن شعار حزب التجديد الجزائري الأصالة فعالية وتجديد تجديد مش تجديد في النظام وتجديد في الرؤى تجديد في التفكير في الأفاق في النظرة المستقبلية التجديد في طيب فيما يخص الشباب هل فكر هذا الحزب في رؤى جديدة أو أفكار جديدة تخص الشباب أكيد كي ندلو نقول لك نحن في البرنامج على الشباب عدنا واحد البرنامج ما حبيتش ندلو نقوله مثلا يقدر مثلا يطغي على البطالة البطالة مكش البطالة كي نقضي مثلا على من شكل الاقتصادية عدنا بدائل بدائل تفروق السياحة وتفروق الأمور الأخرى طيب بعيدا الأحزاب الفتية سيدة نعيمة جبيلي ما تعليقك عن الأحزاب القوية التي تصنع الحدث في الصحة الآن والله الأحزاب القوية كجبهة التحي الوطني كالتجمع الديمقراطي أرندي أفلان أفلان أرندي 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 مثلا التاج الجيل الجديد الحريات هذه الأحزاب والله الحزب الجزائري عندما كان أنشئ أقبل هذه الأحزاب ولكن بعد جبهة التحي الوطني كل حزب أكيد أنه في صراعات داخلية ومن الصراعات الدعمات حسابات دخلة الأمور الشخصية هذا المستوى المستوى المتدني التي جاءت به القيادة الأخيرة لو كانت القيادة السابقة ممكن لم يكن هذا ولكن قلت لك الحمد لله لماذا؟ لقنا بالاستجابة من طرف الناس المناظرين المخلصين لكي الناس التي خلتها الأحزاب الكبيرة بما أنه سيتم القضاء على الصراعات الداخلية والقاعدة الذين ربما هم دمروا الحزب أكيد أنه الزعمات الجديدة هل ستكون بتصويت اختيار من طرفكم كيف سيتم تجديد الزعمة هل هناك تجديد في زعمة الحزب شوف الأخت كده ركزت حول الزعمة لأنه أنت قلت أنه الحزب نهار بفعل حرب زعمات داخل الحزب هناك أزمة داخلية في الحزب أتك ساها ولكن لجنة نحن لجنة إنقاذ حزب الجزائري الموضوع الثاني الأساسي هو أن نحل المشاكل الداخلية تالحزب ثم نروح للمؤتمر كين مترشحين واللي توفر فيه المقاييس الترشح فأهلا وسهلا به نحن لا نركز على الزعمة نركز على حل المشكلة الأساسي هو حل مشكلة حزب الجزائري ونرجع في الواجهة السياسية ثم ندير مؤتمر يشبه كلمؤتمرات الرائعة مش المؤتمر المزعوم لدارو الناس اللي راهم في القيادة في رمشة الدين المقر أنت تصوري أنه قانون العضو بالأحزاب يركز على أن تدير رخصة من وزارة الداخلية قبل المؤتمر ثم تأسي المؤتمر هل توجهتم إلى السلطات لتقديم شكوى قدمنا شكوى وقدمنا ملفات ونحن في الانتظار وإذا نقول لك من هذه المنبرة نعود نجدد النيداء أرجو من وزير الداخلية والجماعات المحلية إعادة النظر في ملف قضية تعالجة إنقاذ حزب التجديد جزائري اللي جات بصورة مغايرة تماما لصورة اللي كانت من قبل في الحزب التجديد جزائري طيب وصلت الرسالة سيدة شكرا أختياتكم ساحة وبرك الله شكرا جزيلا لك وشكرا على قبولك شكرا شكرا جميلا شكرا جزيلا لك